السلام عليكم يا رب يكونوا بخير وفي أفضل حال اليوم سأجعلكم فيديو جديد هنعمل مع بعض المنبر أحلى طبعا متجهز بكتير وضمنين نظافته وجودته وشكله يتكلم عنه جميل والرزاية نفلفلة كان سخن قوي على ايدي بس لما تقسمها تقسمها كده ما بتشدش معك ولا حاجة بكل سهولة والرزاية نفلفلة بقى ومعش بالنحمة المفرومة وخلطة جبرة بقى وهتاكل منه ما تشبعيش ولا في دهون ولا حاجة تحفى بجد يعني وصفة سهلة وجميلة ومعايا بقى البنات الزغننة هتعرف تعمله بكل سهولة واللي ما بتحبش المنبر من صعوبته هيبقى معنا ان شاء الله سهل وبسيط سامل لو صل على الرسول واشتراكلي اللي اول مرة يشوفني ولايك حلوة كده تقديرا للمجهول هنجيب من بر هتكحتي بالسكينة كده طبعا الجزار ربنا يباركله وكان عطه لي فلة يعني انا بكحته قدامكم بالسكينة مش باين في حاجة هننقعه بقى ملح ولمون ودقيق لمدة ربع ساعة كده نص ساعة وتمسكي بقى تقليبيه عشان الحتة الملس دي تبقى جوة واللي فهد هون بره بس هو عشان دهونه مش شلا كلها مش باين قوي يبقى اما نجي نقلبه بقى تحت الحنفية بالطرق اللي انتو شايفين هديك منتال سهولة تحطي بقى في مصفة كده تحت طبعا هنسيبه يصفه هنعمل بقى ايه خلطة بقى المنبار هنجيب حبة زيت حلوين كده في الحلة وتحط فيهم ايه البصل حبة بصل حلوين هيتحمر تنزلي بعصير طباطن عليه رشة سكر طبعا انا بحبش استخدم لسمنة بلدي ولا زبدة ولا زيت في خلطة المنبار شان هو اصلا سمين يعني وهننزل بفصل معلقة كبيرة توم ناية كده هنسيبها بقى تغلي مع نفسها هنجيب بصلة كده تانية نحط عليها ملح وكمون وكسبرة وفلفل سود يبقى ملح وكمون وكسبرة وفلفل سود عالبصلة ودي بهارات محشي انا طبعا ما باعتمدهاش بس هم عند ماما لازم يحطوها انا بحط بدلها رشة نعناع ناشف وحبت شطة حمراء وحبت زيت وتمروتها بايدك بقى مرت 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 كده بايدك وده بقى سر الخلطة التحفة بجد يعني بصوا الحتها هتجيب اخر الشارع مش البيت دي برضو خلطتي في المحشي اي محشي بقى ان كان اعمليه بالطرقة بتاعت دي دي خلطة معتمدة في كل المحشي هننزل بقى بعد ما اخدت غلوتين كده بالخلطة اللي عملناها مع بعض دي البصلة اللي ممروطة بالتوابل بس اهم حاجة حطلها شوية نعناع ناشف لما تسبك بقى كده بالشكل اللي انتو شفتوه هنجب بقى الحلة البولة السلس الكبيرة دي هنحط فيها لحمة مع الصجة كانت مع الصجة بالبصلة والتوابل بس وبقى دونس وكسبرة وشبت مخصولين طبعا الطعنا وغسلنا والرز طبعا مخصول ونقلبهم مع بعض وننزل بالتسبيكة لان لما نحب المنبار باللحمة المفرومة هننزل بالتسبيكة وهنسب معلقتين في نفس الحلة والوقت اقول لكم ليه معلقتين اتنين بس كبار هنقلب بقى وهنحشن منبار مع بعض صلوا على سيدنا النبي كده عشان نكسب صباطي النبي واللي بيقول انتو بتعملوا اكل كتير ومش عارف اوه الكلام ده صلوا على رسول الله كده وسام الله يعني كل الناس بتاكل بدل يعني ايه التعلاقات والسخافة اللي بتتكلموا فيها دي يعني احنا ناكل يوم كده حلو يوم وحش يعني كل الناس كده يعني يوم مفيش حاجة وحشة بس يعني الناس تاكل يوم كويس ايه كده يعني منده ومنده حتى الناس يعني من ناكلش لحمة وفراخة على طول والله احنا زي البشر طبعيين بس انتو المش طبعيين بغض نزلين كل فنزاتي حلوين ومسكرين وكويسين بس ديلي الناس المتخلفة المريضة هنحشن منبار بطريقتين الطرقة اللي انتو شفتها في الاول دي تفتحي بصبعانك كده والدخالي ايه يعني تحشي كده بدا زي ما انتو شايفين كده والوقت هتشوفوا الطرقة التانية طبعا متملهوش قوي وخليه مبطط كده ولو في رز زيادة نزليه بايدك لان هو برضو بيرمي رز في الحلة يعني بيجي يقفل بس هي منبار صحيح يعني كان جاي فلة والله ولا بقى منبار فخلط ولا الكلام ده بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتخلص الكمية كلها بس طبعا ايه ما تحشيش في قلب الحالة نفسية يعني تخضي بالمعلقة كده في الطبق عشان ايه لو تفضل ايه خلطة ما يبقاش مزفرة من المنبار تفاهمين قصدي هتعملي بقى الكمية كلها لايك بقى لو وصلت هنا تقديرا للمجهود عشان خطر ايه حنونة اصحابي بتوع بقى الضيت بقى يعني يعملوا يوم الفري بقى اوكلوا لان بصراحة والله يعني انا بحبه قوي قوي الحاجة الوحيدة اللي بحبها انا لاحبش لحمة الراس ولاحب الكوالع ولا الكلام ده عاملهم اوه بس ماحبوش ماحبوهمش بس المنبار بقى كده بينزل في قلبي في قلبي نجيب بقى الحالة نفس الحالة بتاعت خلطة المحش ما تخسلهاش ولا حاجة هتحطي فيها معلقتين خلطة التسبيكة وحطي بقى المية عادي من الحنفية وطماطم وبصل وجذر وفلفل رومي وفلفل حامي واسباها تغلي اول ما تغلي والتوابل بقى اللي عندك ملح وفلفل كمون اي بورات عطرية بورات لحمة ارفة جسط الطيب اي توابل عطرية بس اهم حاجة الملح والفلفل وتبلها بقى زمان تعيد تنزل بالمنبار اول ما تغلي تمام شوفوا المية اصلا شكلها يفتح النفس شوفوا بقى اول ما نزلنا به بقفل من الجنبين والرز الزيادة بينزله اول ما المنبار يغلي هتغطي الحالة وتهدى على النار لحد ما يستوي بقى كده وبقى ايه تحفة تهدى على النار وتستوي هوا هنا كده كده نستوي طبعا مطلعش دهون كتير ازا في الحالة هنجيبه بقى لو في بعض رزيه بقى اعلى من براية بتشيلها كده بايدك قبل التحميل جب بقى زيت كده حابة زيت حلوين وتعود بقى تحمير من برا عشان يطلع لونه حمر وجميل وطلعي بقى ورش على البق دونس شوفوا التحميل طبعا طبعا زيت في التحميل زيت في تحميل من برا ما يتحطش في سامنة والبالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى ويا ربي بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك واشوفكم الفيديو قديد وبي باي موسيقى